كريب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ وبحمده نسعد وبحضراتكم نشرف ونمجد والصلاة والسلام على من تتحقق به الآمال وتشد إليه الرحال سيدنا محمد المصطفى الهاشمي القرشي العربي المكي اللهم صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا سيدي يا رسول الله يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة ترفع اللهم بها قدرنا وتعلي بها ذكرنا وتحقق بها في مرضاتك يا مولانا أمالنا صلاة تعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد اللهم أمين وبعد أحبة في الله في كل ربوع الدنيا حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم جميعا كل أمين ونحن اليوم على موعد مع استكمال ملف الطلاق الذي بدأناه منذ حلقات وقفنا في اللقاء الماضي عند طلاق السكران وكنا قبل خاتمة الحلقة هل يقع طلاق السكران وهل يقع طلاق المخطئ وما هي ألفاظ الطلاق كي نتعرف عليها هذا إن شاء الله ما نجيب عليه في لقاء اليوم السكران هو الشخص الذي سكر إما بإرادة منه أو بغير إرادة يعني إيه؟ يعني واحد جه على المجده وشربه ما يعرفش فيه إيه اعتقد أن فيه مية أو حاجة ساعة فشرب ثم تبين له أنه مسكر أو حد أكره أنه هو يتناول شيء مسكر أو خدر أو يعني دس له شيء مسكر طب ده طلاقه يقع ولا ما يقعش الفقهاء اختلفوا في القضية دي اختلاف كبير أوش الجمهور من الفقهاء اللي هم السادة الأحناف والسادة الشافعية والسادة المالكية والحنابلة والسادة الزيدية وسيدنا سعيد بن المسيب من التابعين وعطاء ومجاهد وابن سيرين والحسن وغيركم وابن عباس وابن عمر ورضي الله عنهم جميعا قالوا بأن طلاق السكران يقع ده جمهور الفقهاء استدلوا على كده بإيه قالوا إن السكران خلي بالكم من السكران هنا بقى اللي أصدوم عليه اللي هو أذهب عقله بإرادة واختيار ماناش داعب الراجل اللي تدسله حاجة ومعرفهاش أو الراجل اللي شرب حاجة على سبيل الخطأ لا هم بيتكلموا هنا على الراجل اللي راح السكر بمزاجه فقالوا إن الراجل ده أذهب عقله بنفسه عمدا فعلشان كده يتحمل وزره فلو قتل يقتل ولو قذف يجلد ولو طلق يقع الطلاق أدي أول حاجة قالوا النقطة التانية إن إحنا لو قلنا إن طلاقه ما يقعش مش هيبقى فيه عقوبة عليه ومش هيبقى فيه زجر ليه حيروح كل ما يعوز يطلق مراته يروح يسكر ويجي طلقه ما هو عارف إن طلاقه مش هيقع الأمر التالت قالوا إن سيدنا علي رضوان الله عليه وأرضاه أوجب الحد على السكران حين قذف يعني فيه واحد سكر وبعدين شتم عرض امرأة أو عرض رجل فرفعوا الأمر إلى سيدنا علي فقال عليه الحد فقالوا لو كان كلامه ما يؤخذ عليه ولا يؤاخذ به ما كانش سيدنا علي حد وحد القاس قالوا النقطة الرابعة إن هو يتحدث في ملكه يعني إيه الزجة دي تحت سلطته وتحت إرادته فهو مش مجنون علشان تقولوا إن ما قعش طلاقه بقية الفقهاء قالوا لا الكلام ده مش مزبوط ليه قالوا لأسباب أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى حرم عليه أنه هو يقرب الصلاة وقال كده يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون فربنا جعل قوله عشان كده ما ينفعش نحزبه على الكلمة اللي بيطلحها المجنون ممكن يتهيق له أنه هو يهد جبل والسكران كذلك النقطة الثالثة قالوا ما ينفعش نجمع عقوبتين على إنسان في حاجة واحدة فالشرع قال إن السكران ده بيجلد أربعين جلدة أو تمانين جلدة حسب إذا كان حر أو عبد وبعدين ما ينفعش إن إحنا نجلده وفي نفس الوقت نوقع عقوبته اللي هو في الطلاق يبقى ده متعدي من العقوبة التي حددها الشرع لغيرها وبعدين القرآن بيقول إيه ألا تزر وازرة وزر أخرى فالزوجة مالها واحدة ضح سكر تخرب بيتها هي ليه قالوا طيب المهم بعد ما قلنا بقى الأدلة بتعدونه قالوا الراجح إن طلاق السكران لا يقع وبهذا أخذ القانون المصري سواء كان سكر بمزاجه أو غزب عنه خلص ما يقعش طلاقه لكن قبل ما عد النقطة دي خدوا بالكم إن مش معنى إن اختلف الفقهاء إن انت خرجت من باب اللي قالوا الطلاق لا يقع لا ده انت في مصيبة كبيرة اللي هي مصيبة أن تتناول شيء مذكر مصيبة أن تتناول شيء محرم مصيبة أن يراك الله حيث نهاك مصيبة أن يراك الله وأنت تعصيه مصيبة إن الملك ملك الموت يجي لك ويقبض روحك على كده هتقول لربنا إيه فمش قضية يقع ولما يقعش خلي بالك من القضية دي كويس أو لكن على أي حال المحاكم المصرية أخذت بأن طلاق السكران لا يقع طيب نيجي بعد كده لو واحد بقى غلط في الطلاق واحد مثلا جيه مثلا قال لمراته جيه قال لها أنا بحبك فألها انت طالق أو هتشرب قال لها انت طالق أو هاتي كذا جيه قال لها طب انت طالبة كذا قال لها انت طالق ده اسمه المخطئ طب المخطئ ده يقع طلاقه ولا ما يقعش وإيه حكمه هنأخذ بما قال ولا مش هنأخذ بما قال تعالوا بنا نروح لفاصل نصلي فيه على سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك فإن أعمالنا لا سيما الصلاة على حضرته معروضة على حضرته فأكثر من الصلاة عليه ثم نعود لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا فبشر عباده فإني قريب فبشر عباده فإني قريب عدنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وبكوته فيا من راجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجز من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة قبل الفاصل قلنا بنتكلم على الإنسان اللي أخطأ في يمين الطلاق لم يكن يقص الطلاق ولكن لسانه سبق باليمين يعني هو لا قصد ولا عايز ولا في دماغه الكلام ده خلص فهل ده يقع طلاقه الجمهور قالوا لا هو أنتوا ليه بتقولوا الجمهور معنا نقول لك إن الجمهور يبقى فيه حد تاني قال آه يقع زي السادة الملكية مثلا قالوا إن الرسول عن القلب هو اللسان فالراجل ده كان عايز يطلق مراته لكن كان صارر في قلبه ساكت زي ما بنقوم فلسانه عبر عما يجيش فيه قلب لكن جمهور الفقهاء قالوا لا واستدلوا على كده بإيه قالوا أول حاجة ربنا سمع ألف القرآن إيه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم يبقى الآيب تقوله الخطأ معلناش في حرك لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الحاكم وغيره إن الله رافع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهه عليه يبقى الخطأ معلناش شيء أدم أنا مش قصده ولا أريده ولا أتعمده لا يبقى معلوش حاجة ومن هنا قال الجمهور بأن طلاق المخطئ لا يقع محمد سلام عليكم يا سيد محمد الله يستورك ويرديك بس يسمعيني منك تفضل الله يستورك الله يرديك أنا محمد اللي سلمت عليك قبل كده وفصل لك إبقى لحمة دي أبني طيب ربنا يفرج همه ويزيح غمه ويحقك أمل إن شاء الله ربنا يفرج همه ويزيح غمه ويحقك أمل إن شاء الله ويصل حاله إن شاء الله ويرزقه ساعة يسيرة يستجيب الله فيها دعاءنا وكل من قال أمين في هذا اليوم المبارك اللهم أمين سؤال فضال يا سيدي الصلاة وانا بطلّي أنا وبناتك في البيت من لي شاعات تبا بينا يمسع ولا لا مش سامع بتقولي إيه مسامع يا أمرا الصلاة وانا بطلّي رجلي من تحت تبا بينا طيب حاضر صلاة يستجيبها حلوة ولا حاضر 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 يا أمي حاضر 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 ستة محمد بتسأل عن سؤال مشتهر جدا بين السيدات لبس الشراط في الصلاة ينفع لما ينفعش طيب خدوا بالكم نرجع تاني نفكركم بالكلمة اللي دايما نقولها الحاجة اللي فيها خلاف الخروج من الخلاف مستحب احفظ القعدة دي يعني في كلام قالوا يجوز وما يجوز اخرج لو تعرف تتورع يبقى أحسن لو تعرف تعمل الحاجة اللي ما تخلكش في النص داير حيران بين الاتنين أحسن طيب فلبس الشراب أو الجورب للمرأة في الصلاة انت يسر لها هذا خرجت من الخلاف يبقى هي كده خلاص خرجت من الكلام ورياح الدماغ طيب مش قادرة تلبس شراب أو مش فاضية أو ما لبستش هل تبطل الصلاة؟ لا الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة كاملة؟ نعم هل ينقص من أجل الصلاة شيء؟ لا هل يترتب على ذلك بطلان شيء في الصلاة؟ لا إنما زي ما بقول الخروج من الخلاف مستحب لو عرف تلبس شراب يكون ذلك أفضل وأرجى للكمال والتمام تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال ستة مؤستام السلام عليكم عليكم السلام زكام الشيخ الله يرديك اتفضلي أنا مبسوطة والله إن عايزة أسأل لحضرتك ده شرف لي على رأسي يا أختي الكريمة أنا لي أسأل لحضرتك فرداني والديتي توفت بقالها أربع شهور رحمة الله عليها فأنا في زنب أنا مش عارفة أعمل فيه إيه والدي لما والديتي توفت ما عنفقش عليها في مرضها تمام وسبها وإحنا كتظروفنا على قدنا خلص أنا وخواتي وأنا اللي كنت مكيمة بيها تمام فكت عايزة تخش رعاية خاصة ومعرفناش يدخلها فتوجهت لرعاية حكومية والرعاية دي ما فيهاش زيورة فقعبت تمانية وعشرين يوم ما منعرفش إن خشت نزورها أنا أهلا قدام بابا المستشفى بس ما كنتش بعرف أخش ده منع الدكاترة عشان الكورونا حي فهي توفت وأنا ما شفت هيش وروحت في المستشفى غسلتها ودفنتها بس أنا حاسة بالزهم بحضرتك إن أنا تمانية وعشرين يوم أنا مش شفت هيش أنت اللي حاسة بالزهم أو طيب بس أنا مش بكم بإيدي إن أنا أخشش دكاترة هي نزام المستشفى منعا دخول ألا إن هي كالتعبانة كورونا حاط المستشفى كلها كورونا حاط ومش عارفة تعامل مع والدي دلوقتي بعد وفتها طيب حاط بالنسبة اللي هو عمله حاضر يا أمو إسلام شكرا لهم الشيء حاضر يا أمو إسلام حاضر يا أمو إسلام رحمة الله الأمة الكريمة رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته وألهمكم الصبر على الفراق وأسأل الله العلي القدير أن يجمعنا وإياكم وإياها في جنته ومستقر رحمته مع سيد النبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك ومولاه وهو القدر عليه يا سيد المؤسلام إيوه الشيطان يفسد عليك عملك أنت وفيتي وأديتي ما عليك ولا تلامين أبدا أنت ست اهتمتي بأمك جعل الله ذلك زخرا لك في الدنيا والآخرة برتيها الآخر لحظة إيديك ما طلتش الرعاية الخاصة دخلتها رعاية حكومية ما أصرتيش وروحتي ونمتي في بيتك لما قالوا لك الزيارة ممنوعة أعدتي على كلامك أنت والعهد عليك على باب المستشفى وحالكي حالنا وحال الكثير مننا لما بيبقى حد عزيز عليه في الرعاية ما في هذا تقصير أبدا بالعكس أنت كلفت نفسك فوق طائطها العقل كان يقول أن مستشفى مليئة بالكورونا والأم عندها كورونا والدكاترة لا شك أن هما هيمنعوا ولو حد أذن ليك أن أنت تدخلي يبقى مخطئ قاسم شرعا لأنه يبقى قاتل كمان ليه؟ لأن إحنا عندنا ضرء المفسدة مقدب على جلب المصلحة والطبيب هنا له السلطة المطلقة لما منعك منعك حفاظا عليك ما علوش اسم ولا عليك اسم كان العقل يقول تروحي وترتحي في بيتك لكن أنت ما روحتيش ولا ارتحتيش أعدت قدام المستشفى تنتظرين فرج الله لها بالشفاء فجاء فرج الله لها برحمته واختارها الله في جواره بدلا أن ينعم عليها بالمزيد من الدنيا فكلاهما خير لكن إياك أن يسيطر الشيطان على عقلك فيفسد حياتي يقول لك أنت أسرت مع عمك أنت ما أسرتيش بالعكس أنت أديتي ووفيتي وربنا يجزيك دنيا واخرى ده أمر الأمر التاني التعامل مع الأب ربما نلتمس له الأعذار أنت بدأت وقلت إحنا ما نملكش يعني ما نملكش يعني هو يقينا لو معاه كان صرف طب افرد معاه وبخل حسابه على الله لكن أنت مأمورون بحسن المعاملة مأمورون بحسن المصاحبة مأمورون بالبسمة في وجهه وفي وإكرامه وبره وإياكم والعقوق وإياكم أن يلبس الشيطان ذنب أمكم تدخلوا فابوكم وتبدأوا تحزبوا تعملوا نفسكم قضاه وآلهة لا إحنا مأمورين الآن أن ننسى ما مضى إلى الله ندعو له بالرحمة والحساب عند ربنا ولابد من يوم موعود مش كده ولا إيه الكل هيقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى الكل سيقف ظالم أو مظلوم سيقف بين يدي الله ويقتص الله للجميع لكن أنت الآن مأمورة بتنفيذ أمر الله اللي هو ربنا تعشريه بالطيب بالليل فلا تكن لهم أف ولا تنهرهما وكن لهم قولا كريمة واخفط لهم جناح الذل من الرحمة إياك والإساءة لفظا أو قولا أو أمرا أو نهيا أو حتى تعبيرا بانفعالات الوجه رحم الله أمك وأجزل لك المسوبة ستة هاجر سلام عليكم يا هاجر عليكم السلام فضلي قولي سؤالك اسمعيني من التلفون مش من التلفزيون يا هاجر سلامك الله من كل سوء إنه مكروم أنا بحبك في الله والله أحبك الله والذي أحبتيني فيها ستة هاجر فضلي لا ما ليه السؤال أنا بس أعزك تدعيلي بس ربنا أرزقك فرحة تدوم وبس ما لا تنقطع وخيرا وفيرا ورزقا كثيرا وعملا صالحا متقبلة يحقق أملك ويفرح قلبك ويسعد أيامك ويحل كل أيامك اللي جاية ويجعل قدرك كله خير ويرديك به يا ستة هاجر أروح معاكم لألفاظ الطلاق ألفاظ الطلاق نوعين نوع صريح ونوع كناية ايه الصريح وايه الكناية ناخد أحمد الأول بعد ما تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدي أحمد أهلا السلام عليكم وعليكم السلام يا سيدي أحمد اسمعني من التلفون مش من التلفزيون تمام يا مولانا تقدر سؤال بس بسيط تقدر آآ كان ساعة نرفزة كده وضيئة رحت قلت لمراتي والله العظيم ما انت رزماني كنت عايزة عرب بس المعليك اللي أنا تقصد بيها ايه يا أحمد يا كان ساعة نرفزة تقصد بيها ايه نرفزة يعني انت قتلت ابوك لا طبع غزيت أخوك لا طبع طيب خلاص يبقى ماش نرفزة طيب خليني بس تقصد بيها ايه يا سيدي أحمد طلاق تقصد بيها طلاق تمام طيب شكرا يا أحمد طب اقول كل طبعا مستنيني دلوقتي يجاوب على سيدي أحمد لكن انا عمر ما بجاوب على طلاق على الهول خالص ولا في طلاق في التليفون اما انت سألته ليه رخامة يعني بتطول المكالمة أفدا خالص لانه هو جيه زي ما بيقوله كده صادف الموضوع احنا قبل يا كنت لسه بقول لكم قبل ما اخد اتصاله ان الالفاظ نوعي صريح وكناية فاللي قاله احمد ده من الفاظ الكناية وخليها كمان شوية اقول لكم ايه حكمه وهو يفهم الإجابة بقى حظه النجوي سؤاله بقى في قلب الموضوع لكن انا مش هجاوبه اجابة صريحة لاني واخد عهد على نفسي ما جاوبش في الطلاق في التليفونات أبدا ولابد من حضور الزوجين أمام ضر الإفتاء المصري أو أمام لجنة الفاتوى بالأزر فالنوع الأولاني اللي هو الصريح كل لفظ لا يستعمل في العرف إلا في حل عقدة الزواج سواء كان لفظ عربي أو أجنبي وطبعا أشهر الألفاظ عندنا أنت طالق وحدانا في الصعيد يقول طالق يبقى اللفظ ده احنا عارفينه كلنا خلاص كده اتخرب البيت السجد بتصوت والعيال بتعيت والحامد تدى تشيل القايمة خلاص الدنيا بتخرج ده اسمه اللفظ الصريح اللفظ الصريح يقع من غير احتياج اللي النية خلاص مفوش نية جماعة خلاص الراجل ناطق باللفظ الصريح وكلم الست كلمها بقى بالإضافة كلمها وجها اللي وجه كلمها عن طريق اللا يعني كلامها مع واحد يخصصها أختك طالق فيها ايه الكلام ده بنتك طالق خلاص ده لفظ صريح أمك طالق فيها ايه الكلام ده ده لفظ صريح من غير السؤال بقى ها طب لما نقوله نيتك ايه يبقى ده تلاعب بدير ربنا سبحانه وتعالى على طوب طب انت كان قصدك تطلعها لما تطلعاش انت بتتلاعب بدير ربنا يا حبيبي بس أنا ما كانش قصده طلعها انت بتضحك عنين يا حبيبي وعلى دير ربنا يا حبيبي وربنا في القنعان قال كده وَلَا تَتَّخِدُوا أَيَاتِ اللَّهِ هُزْوَةِ ما فيش كلام انتهى ده لفظ صريح يا حبيبي حتى وإن جاء وأقسم على شعلة نصاحف زي ما بيقولوا عندنا في البلد انه ولم يكن يقصدوا الطلاق ولم يكن يريدوا الطلاق قالوا ايه فلا يصدق ولا يسمع له ويقعوا الطلاق ويلزموا ده لفظ صريح معروف عمرنا ما سمعنا أنا واحد بيقول لي واحدة بحبك قال لها انتطالك ولا واحد ده داخل الشغل الصبح قال للمدير بتاعه انتطالك ده لفظ معروف عرفا وشرعا وعادة أنه لا يستعمل إلا في الايه؟ في الطلاق فاللفظ الصريح لا يحتاج إلى ايه؟ إلى نية أما الألفاظ اللي تحتاج لنية ايه؟ ألفاظ الكناية عشان كده قلنا الألفاظ بتاعت الطلاق نوعين صريح وكناية لفظ الكناية كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره مين اللي يسيطر على الكلام ده؟ الزوج بقى زي ايه؟ زي يا أخونا لما قال لها انت ما تلزمنيش والله العظيم ما تلزميني وانتوا لسه عايشين في بلاد الوقاء؟ آه لسه عايشين عندنا في البلد ولسه عندنا حدانة يقول لها الحقي بأهلك حبلكي على غاربك غري مش عايزة أشوف وشي رحي بتبوكي إلزم أمك أمرك بإيدي كل دي ألفاظ ما زالت عندنا لحد النهاردة في البلاد أيمان وطلاق أي والله بعد كده دي كلها ايه؟ تحتاج لنية بقى نجيب الزوج ونقوله تعالى انت تقصد بها ايه؟ فواحد يقول لك لأ أنا مقصدش بها أنا كنت منتنرفس لكن مقصدش طلاق مش في دماغ الطلاق خالص ولا في نية الطلاق يبقى خلاص ما يصدق لا في نية الطلاق زي أحمد كده لما قال يصدق يبقى طلاق يبقى طلاق إيه؟ بس نسأله بقى انت تقصد بها كم واحدة؟ واحدة ولا اتنين ولا تلاتة؟ لأن دي ألفاز كناية خد بالك ألفاز إيه كناية؟ طب لفوق الصريح لو قال لها أنت طالق 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 بنوقحها واحدة ليه بنوقحها واحدة؟ قالوا لأنه هو بكلمة أنت طالق الأول نينة؟ خلاص طلقت فكيف يطلق ملا قسمة له عليها؟ هي قصة مش في قسمته بأول مرة يبقى بيطلق مين تاني؟ واصلكم يا دا تعدي صليتوا على الحبيب؟ طيب لكن ألحقي بأهلك والله ما تلزميني غوري مش عايز أشوف وشك أمرك بإيدك أنت على حل شعرك كل دي ألفاز لسه عندنا منتشرة في البلاد فدي اسمها ألفاز الإيه الكناية طب جبتوها منين؟ البخاري رضوان الله عليه وأرضاه عن سيد الستينة عائشة في بنت الجون بنت الجون لما قدخلت على رسول الله صلى الله وعليه وسلم ما كانتش بتطكن العربية ووريكو غيرت النساء فالستينة عائشة رح يطلقها لطلقها عايز النبي يحبك لطلقها آه لطلقها لما يخش عليك يقول له أعوذ بالله منك هي ما كانتش بتعرف تتكلم عربي كويس فلما دنى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك زي ما قالولها فقالها الحبيب صلى الله عليه وسلم عست بعظيم الحقي بأهلك وإنت حسب الطلب صحيح بعد كده أهلها جمد وفاطنا رسول الله لما فعلته أمونا عائشة رضوان الله عليها وارضاها لكن عشان تحط نصب عينكم إن مهما كانت المرأة في كمالها وفي عقلها وفي دينها وفي جمالها فهي في غيرتها امرأة وفي حبها لزوجها امرأة وفي تمسكها بزوجها امرأة وفي عدم قبول الأخرى عليها امرأة وفي عدم قبول أن ينقسم الزوج بينها وبين أخرى امرأة مهما بلغ دينها ومهما بلغ جمالها ومهما بلغ كمالها ومهما بلغ عقلها ومهما بلغ ورعها ومهما بلغت تربيتها أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان تعذروا النساء وتلتمس لهن العذر لما بتغير عليك بتحبك ولما بتقول لك أنت ما تسواش عندي وخلاص ما إيه؟ في الكلام ده كله مالوش قيمة لكنك ما زلت حبيباً في قلبها وما زلت مقرباً لنفسها ولو أنها رغبت عنك ما عايشت معك ستين عائشة كانت تمشي وراء النبي هو خارج بالليل كده يروح وزور شو عداء أحد وتقول لك آه يبقى خارج الليلة دي رايح عنده وحدة عام خلاص ابني ليه؟ فتمشي وراء حد ما تستوحش الطريق فترجع الجري ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم متغافلاً عما فعله فقاهو اليمين هو قال لها انحق بأهلك اتحسب طلاق طيب لا في نقطة تانية بقى سيدنا كعب بن مالك أدي الدليل إنها اتحسب الطلاق سيدنا كعب بن مالك رضوان الله عليه لما تخلف في الغزوة فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بعث له ان يعتزل امرأته فعله يعني اطلقها ولا ايه؟ قالوله لا هو القرار اللي جاي من النبي بل اعتزلها وهذا في الصحيحين فعل خلاص يعني اعتزلها ما قرب لهاش النبي قال كده آه فقال لمرأته الحق بأهلك روحي بيك ومع هذا لما تاب الله عليه كما نزلت الآيات في صورة التوبة عادت الزوجة ولم يقع بها طلاق لأن هنا ما كانش قاصة كلام على الرغم هي كلمة واحدة نعم سيدي؟ طيب فعلى الرغم ان هي كلمة ايه؟ واحدة هنا قال لها الحق بأهلك وهنا قال لها الحق بأهلك كلمة النبي وقع الطلاق لأنه قصد الطلاق وكلمة سيدنا كعب بن مالك لم تقع طلاق لأنه نفذ أمر رسول الله في الاعتزال وعدم المقربة ولم يكن ينوي طلاقا ولا يقصد طلاقا هيبقى موضوع الساحة وهو هل يقع الطلاق عبر الواتس آب؟ هل يقع الطلاق عبر المزنجر؟ هل يقع الطلاق عبر الفيسبوك؟ هل يقع الطلاق عبر تويتر؟ هل يقع الطلاق عبر الرسائل النصية؟ هذا ما أجيب عليه بعد الفاصل انقدر الله اللقاء والبقاء تعالوا نذهب إلى الفاصل نصلي فيه على الحبيب ونكسر فإن صلتنا معروضة على حضراته ثم نعود لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب عدنا لحضراتكم بعون الله وبحوله وبقوته فياما الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويبقى في النعيم مقيمة قبل الفاصل كنت بتكلم على الطلاق عبر الرسائل والكتابة الأخ اللي عمل كانوا عندي الجمعة اللي فاتت وكانوا أخروني على الهوى وبعدين حطت بوستي كده لمراته على الفيسبوك يا فلانة أنت طالق إزاي الحال؟ على صفحتها عمل لها أشارة يا سيدي وهي شفتها وعلمت بها يقع بها الطلاق ولا ما يقعش خلينا أخذ ملك الأول يا سيدي ملك السلام عليكم يا ملك إزايك سلمك الله من كل سوقن ومكان أنا عاوزة أخذ رأي حد منتك بحاجة قولي أنا أختي متجاوزة بعثها سنتين قبل ما تتجاوز كسها قال لها مني لازم لما تافر تيجي تواري بيت أهلك تمام المهم جوزت تلاتة واربعين يوم ولما هو سافر جات قعدت عندنا تمام طلعت أن هي حامل تمام فلما رحت للدكتور قال لها أنت لازم يعني الجنين بتنقلقانه كده وقال لها لازم تستريح تمام بعدت عندنا سحمتها عملت مشاكل وخلت قصة يا خاسمها طول فترة الحامل تمام وكلمها لما هي ولدت بعد ما ولدت بخمس شهور تقريبا تصل عليها وقال لها أنت ركبتي ورا واحد وواحد غريبا عن كده لأ مش فهم بتقول ايه؟ قال أني أنت خرجتي من ورايا وركبتي ورا واحد غريب وبالأمر كان في حكفة وانت وقفت انت هو تتفرجه قعدت تحلف له وتقول له والله العظيم ما حصل كده قال لها لأ خصف كده وانا واصف قالت له يا سعيد أنا ما خرجتش من البيت في اليوم ده السؤال السؤال أني هو هانها قوي وطلقها بالتلاتة ورجعت له وبعد كده هانها تاني عنه كده فالمهم هي ترجع له ولا لأ طيب حاضر حاضر يا ملك شوف يا ست ملك في البداية المفروض أني احنا بنتكلم النهاردة في مشكلة زوجية لازم الطرفين أسمحوا لازم ده يقول وده يقول لأن كل واحد بيحكي من وجهة نظره محدش بيحكي ما له وما عليه إلا القليل طيب الأخ الكريم على كلامك والعهدة وعليك قال لها عودي في بيت أهلك يبقى العقل بيقول أني مش كل خرجعة تتصل بيه لأنه هو في سفر ومش اللي هيحوشه هناك هتخلصه هي في المكالمات الدولية يبقى هو ألزمها من البداية لبيت أهلها ولإذن أهلها النقطة التانية ودي مهمة جدا أي علاقة بين اتنين كانوا زوجين أصدقاء حبيبين شركاء الشك دخل بينها تفسد الحياة خلاص والأصل في المسلم الصدق والأصل في المسلم البراءة والناس اللي بتفتش وراء أجوازتها وراء شركها وراء أي حد هم اللي بيهدموا الحياة كل واحد طاقة هتقعد تفتش ورايا ونعمل رأي مشاعرك وعمل صنق رمتك وعمل احترمك ما تظنش إن أنا ضعيف إنما هاجف لحظة أقول لك أقف أنت تعدد حدودك مع السلامة إذا ذهب الحمار بأم عمر فلا عاد الحمار ولا عادت أم عمره لا هتبقى على عيال ولا هتبقى على عشرة ولا هتبقى على حب ولا مودة ولا سكن ولا صداقة ولا عش وملح أقف شوية اعمل نقطة شوية لنفسك لشطانك اللي مستولى عليك اشغل بالك بحاجة تفيدك طيب مهما الإنسان يحاول يقنعه أو يقنحها بالصح لا هو الشطان مسيطر وشايف نفسها صحة وشايف نفسه صحة هي أقسمت بالله وخد بالك إنت الذي نقل إليك الكلام ربنا قال عنه كده قال عنه فاسق يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئٍ فَتَبَيْعَنُوا ربنا قال عليه هَمَّازٍ نَشَاءٍ بِنَمِيمُ ده أنت لو شفتها بعينك آخي التمستها الخير أحد الصالحين بيتحدث عن شيخه قال والله لو رأيته على جبل يقول أنا ربكم الأعلى لقلت إنه يتلو الآية حسن الظن فيه مش آله أنه كفر هي أقسمت بالله اللي نقلك ده عايز يفسد حياته هي أهينت وطلقت بالسلاسة أنا مش عارف رجعت إزاي بعد ما طلقت بالسلاسة وقبلت الإهانة ولم تضمن الحقوق فشيء طبيعي إنها هتتهن مرة واثنين وثلاثة ترجع ولا ما ترجعش ده حكمها هي مش حكمي أنا أنا معيشش معاهم وما عدتش إنما أنا بقول لكل ست كده تقعد وتمسك وراء وقلم وتقول عشتي اللي فاتت مع الراجل ده نكحة بنسبة قد إيه لو عدت خمسين في المية تكمل ستين في المية تكمل لكن قبل أي شيء تشوف أخطاقها هي تشوف بلويها هي لكن النهاردة هنقعد لفاتش ولا بعض إلحى إنت كنت معزوم في المكان الفلان إلحى إنت كنت مصور في المكان الفلان إلحى إنت كنت متصور في المكان الفلان سبحان الله العظيم وبعدين لما تيجي تقول لأ ما حصلش أو كان في كزا لا انت كزاة لأ مش عارف إيه بو فيه وقت هنقول أسطب عفوة لقد نافذ رصيدكم والشك هو الذي يقتله أي علاقة والتفتيش هو الذي يقتله أي علاقة شبوه إنصح التعبير تعظيم سلام لدارة الفتاءة المصرية لما خرجت الفتوة وقالت إن المرأة لا يجوز لها أن تفتشها وخلف زوجها لو هي عايزة الحياة تستمر لا يجوز لها أنها تمسك موبايل ولا تفتش في موبايل ولا تفتش في مواقع التواصل عنه ولا تبحث وراء ولا 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 عشان ما تفسدش حياتها الزوجية دار الإفتاء خرجت الفتوة بكده عشان إيه؟ عشان البيوت تستقيم ليه؟ لأن النت أفسد البيوت الزوجة قعدة 23 ساعة في 24 ساعة ماسك التليفون لا بتنام ولا بتاكل ولا بتشرب والزوج يروح ما يلقيش لقمة وما يلقيش هدمة ويلاقي البيت ما تروعش وإنه حط بقى التلاكيك في أي حاجة مش مشكلة ولو نام يبقى أهملنا طب ما قال أكل ما تعملش لحد الساعة أشرب الليل ولا ما فيش كلام إنما هو البخطئ وهو المجرم وهو الفاسق وهو ما لا يرع حدود الله ونحن الزكيات الطاهرات المؤمنات القانتات ورحم الله الشيخنا كان يقول ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا حاضر يا عم صلاح أخذ علي الله يهديك يا عم صلاح حاضر يا سيدي يلا يا سيدي علي يا سيدي علي يا علي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حدرتك يا شيخ؟ سلامك الله من كل سون ومكرون لو سمحت يا شيخ لي هيا سؤالينا عند حضرتك قولي يا سيدي علي السؤال الأول في حاجة اسمها سحر حاضر ولو فيه أفتكو إزاي بغير حرمانية يلا واعرف إزاي إن أنا مسحور لي طيب التاني ها التاني أعيز رقم حضرتك عشان مش ينفع الهورة وسامحك حاضر ارجع للكنترول يديك الرقم يا سيدي علي على طول سيدي علي سأل سؤال ملغم سؤال مفخخ بس إحنا نخافش بفضل الله من الأسئلة المفخخة أو الملغم فيه حاجة اسمها سحر؟ آه فيه حاجة اسمها سحر موجود في القرآن والسنة حاجة يقدر ينكره إحنا عملنا هنا ملف ترجع لها قناة النهار على اليوتيوب بكده رجع ملف كده آآ اسمه السحر كل شيء في السحر ذكرناه كل شيء عن الجن ذكرناه كل شيء عن الشياطين ذكرناه إنما التوسع فيه مرفوض التوسع فيه إيه؟ مرفوض كنت حكي حكاية كده أحكيها لكم معرفش كنت حكيها مرة في فيديو ليه خاص لكن أحكيها لكم كنت إماماً لمسجد سيد السلطان أبو العلا رضي الله عنه ألطابي بولاق حافظ الله بولاق وأهلها المهم طبعاً فجاني راجل صديق حبيبي ابنه تجوز كذا مرة وكل مرة ما يعمرلوش بيت لازم بيته يدخلي بإيه؟ ما تعرفش السبب فطبعاً الراجل صرف فلوس جامدة وده يقول له سحر صفلي وده يقول له سحر علو وده يقول له سحر مش عارف فكي وده يقول له هواي المهم جدنا الراجل وقعدنا بالراحة فين أمه قالت لي أمه هي؟ طب يا ابني قعدت مع الولد مطول الجوازات بتخرب مني مش لا إلاها سبب أنا كمحمد مش لا إلاها سبب فبدأت أسأل الست يا حاجة أنت تبتدي على ابنك والله هذا حصل ولعل الراجل تاجر من تجار بولاء المشهورين قوي تحديداً من السبتية يشوفني دلوقتي وعارفني فلتنا يا حاجة أنت تبتدي على ابنك ده قالت لي ما كان بينرفزني من هو صغير أقول له روح إلهي أعمر لك بيت ولا يهدي لك سر ولا يفتح لك مش عارف رزي قلتنا يا مهر وعايزة جايالي سحر سحر مين ده أنت كلمتك أشد من ألف سحر يا حاجة تقل لا انت خربت بيت الوقت أنا مالي والحد دلوقتي ده الحد وقته قلتها طب شوفي أولاً سحر الولد ده مش هينفكر لبيكي قالت إزاي قلتنا أتمنعي الكلمة دي خالص تمنعي خالص ومن النهاردة هي بتصلي وبتصوم وعارفة ربنا وصيته طيبة بس إنه نرفزة وحش وعشان كده النبي نعى ان احنا ندي على نفسنا ولا ولادنا ولا أموالنا قلت لها من النهاردة كل يوم بعد العيش تصلي ركعتين مهمتك فيهم تبكر ربنا وتقولون أنا أسفى استقبلت مني السوء وأجبت فاستقبل مني الحسن وأجب اللهم هدئ سر ولدي وعمر بيت ولدي وافتح له الخير وقدر له الخير تفضلي على الكلام ده ما تسيبوش حد ما تجاوز قالت بحاط والله مرة حوالي بتعتمج شوره على الكلام ده وبعدين تزوجوا الكلام ده من 2017 إلى اليوم منذ حوالي كم جمعة أبني الراجل وأنا رايح لبيا فسلم علي وبعدين فبس بقوله أخبار فولان إيه أنت أحسن ها الحمد لله مش قطعنا لسنة ماربعة واربعين وضحكنا أنا وراك فأنا بقول لكم في أوقات كتير التوسع في السحر مرفوض إن أنا لقيه برغوت في الهدوم سحر صداع الصبح سحر الألم تكسر سحر إن اتأخرت عن الحلقة شوية سحر لا إنما في سحر آه موجود في القرآن والسنة إزاي نفكه؟ إرجع للحلقات هتلاقي فك كل شيء بالقرآن وإذا خرجت عن القرآني فلا مجالا للأمان اللي يسألك عن اسم أمك دجال اللي يسألك عن تاريخ ملادك دجال اللي يقول لك مش عارف نجمك في السماء وقفاك في مش عارف دجال اللي يقول لك عايز فرخة وعايز كالدجال إبعين عندك كله خلاص؟ وارجع كده هتلاقي الأمور نعم لا بلاش هندي دي الله يربيه طيب هات هندي يا سيدي حاطب يلا يا سيدي سلام عليكم يا سيدي صلاة يلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا اسمعيني من التلفون بسرعة يا هن حاطب بلاش تلفزيون خلال طول في مشاكل معجوزي بيسوي في النحا ماتي على طول تقول له مورتك ما بتعملش مورتك ما بتسويليش ومبره كنت غسلالة وعملها كل حاجة عشان في حاجة صغيرة ما عمرتهاش فضلت تقوم جوزي علي إيه سؤالك يا سيدي يعني أنا مش هارفة أعمل معها إيه مش هارفة أعمل معها إزاي شكراً 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 سيدي صلاح كفاية تلفونات لو سمحت لو تكرمت أروح بقى لأختنا هند وكان لها تصريح مشفور مكتزع لعبت بيه إحدى الجرائد مش هقول اسمها معايا كده وقالت داعية إسلامي أو داعي بقناة النهار مش فاكل إن خدمة المرأة لزوجها والأهل لزوجها سبب خرابة دويت والمشكلات طبعاً ما كانش ده كلامي لما أخدوه يعملوا بيه تريند فمبروك عليهم التريند وعند الله تجتمع وخصوم يوم الإيام هنقف قدام ربنا وأنا مش هعفو عن من ظلمني خلاص كده؟ طيب الكلام اللي أنا كنت بقوله في الحلقة هو هو ده اللي أنا بقوله وإيه؟ كان رد على مين؟ على متصلة لما اتصلت عليها وسألتني فأولت له اسمعي لكل زوج ولكل زوجة أمك ملزمة منك من بنتها مش من مراتك خلي بالك وكلمة ملزمة يعني فرض حضرتك من حقك لما تيجي تلاقي الأكل مش معمول من حقك عرفاً لكن مش شرعاً ليه؟ لأنها مش ملزمة بخدمتك كمان إلزاماً ده هي بتعمله ده تطوعاً وتصدقاً وتفضلاً عليك ومنه عليك وعلى ولادك ولو قالت مش هردع ولادك إلا بالأجر حقها خد بالك ده الدين طيب إنما هي بتعمله عشان العرف والشرع يوافق العرف ماشي على رسمك إنما أمك ملزمة منك أمك ملزمة من بنتها الست دي اللي هي مراتك لما تخدم أمك نقول لها شكراً جزاك الله وخيراً ونبس إيديها قالوا لازم الشيخ قالت بس إيديها ورجليها أنا ما بقولش بس إيديها ورجليها بمعنى بس إيديها ورجليها لأ معنى بس إيديها وبس رجليها يعني قالل لها القول وابتسم في وجهها والأم دي تقول لها ربنا يبارك لك يا بنتي إلهي عوضك خير إلهي يجزيك في صحتك وفي عفيتك إلهي يرديك زي ما بترديني تعبت وما نزديتش ما قلبش البيت يا حجة السيدة خلاص ذهقت وما كملتش عشان عندها عيال ما هي مش خدامة عندك يا حجة ما هي مش جاية أجارية من بيت أبوها لك يا حجة نسمع الكلام ده دين بقى ده دين وما نزعلش منه إنما لما تخدمنا الله يا بنت الله يستري يطعمك زي ما بتطعميني أقول لكم على حاجة أفرح حاجة في الدنيا كنت بود حاجة لأبويا من يومين وبعدين بعد ما مشيت عمال يقول لي مش يمشي وأنا مصر أشغله الحاجة قبل ما يمشي قبل ما مشي فبعد ما عملت له الحاجة كده بتقصب بيه قال لنا عايزة نعم يمشي فأقول له مبسوط يا با فأحلى حاجة عندي في الدنيا كلها حونت علي كل شيء قال لي روح إلهي وفرح قلبك زي ما فرحت قلبك يا الله حايزة أقول لكم أنا حاسس بجمال الدعوة دي لحد النهاردة رغم إن هي من يوم الأربعة أو من يوم التلاتة أنا بقول لكم الكلام ده ليه علشان الكلمة الطيبة ربنا في القرآن قبل ما يقول صلوا 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 قال إيه وقولوا للناس حسنا يبقى أنت حضرتك لما تغذبت كلها لا يستري لما تأثر في حاجة خلاص ده مش ضروري نرفع نيجي نسلوك بالليل نشحنوا علشان يطلع يشتموا قل لأدبه بدل ما يكون لقم حلوة ويبات لي لهانية بسرعة يلا قبل ما يداهمني ويقول لي خلاص يا مولانا يقع الطلاق بالكتابة بقى واتسايا بمزنجر تواصل اجتماعي رسالة نصية ولا ما يقعش اسمع العلماء الألوية ركز في الكلام أو جديد عشان بقى نجيب ورقة كده ولما أقول كده هاتي الورقة كده أنا جربت كده قرب كده الورقة بالكاميرا هي الورقة من الكاميرا ما عرفش أنا الكاميرا اللي هتجيبها الله ما أنا عارف أنا عمال أحاول لك مية هي كاميرا تمية هي مش لايه إلا كاميرا تمية عم صلاح الله يديك شوف لينها كاميرا غيرها طيب أهو انتوا أرطوها كلها إيه أرطيها أرطها إيه عم صلاح عندك في الكنترول محمد صح فعلوا إيه العلماء بقى الكتابة الواضحة المستبينة التي يمكن كراءتها تقوم مقام التلفز بكلمة الطلاق خلص الكلام يعني إيه لو كتب أنت طالق خلص طب كتبها على صفحة التواصل الاجتماعي مش عارف بيقصد 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 ده زوجته هيطلع واحدة مش على اسمته بعت هلها على الواتقاب وعرفت تقراها عربي ها يبقى خلاص منتعى الأمر خلاص وقع الطلاق وقولة تبقى أولة تانية تبقى تانية تالتة تبقى كملة التلاتة وتخرب البيت خالص بعت هلها على المزنجر خلاص ها جمهور العلماء على أن الكتابة التي يقع بها الطلاق حتى ولو كان الزوج قادرا على النطق يحصل إيه؟ سواء كان حاضر أو غايب وقع الطلاق بعت هلها بقى في رسالة نصية رسالة مكتوبة بعت هلها في رسالة سي ام س اس مش عارف ولا إيه بعت هلها مش عارف فين خلاص متى قرئة كراءة مستبينة وفوه ما منها الطلاق وقع الطلاق خلاص يبقى ما تنتخذوش دي ربنا هزو مش هنلعب بدي ربنا أصلا ما يقصوش أصلا راحت غلط راحت غلط مين؟ لا مفيش حد بيبعت رسالة زي دي غلط أبدا خلاص طيب نروح بقى لحاجة أخيرة رجل أخرص ده عارفين أخرص؟ قالوا بقى الإشارة بتاعته دي لو عملها كده ما يفهم منه أنها طلقت قالوا خلاص إذا أشار بيديه أو برأسه ما يدل على إنهاء الزواج أو الحياة الزوجية أدم ما بيعرفش يكتب وما يقدرش على الكتابة خلاص تطلق أدم هي لإني ليه؟ قالوا لإني لغة الإشارة معتبرة عنده هو بيتحكم بالإشارة مش كده أقول ليه؟ وبيتحقق معاه بالإشارة ومؤخرا قامت وزارة الأوقاف في عدة مساجد بترجمة خطبة الجمعة للغة الإشارة عشان يفهموا دي الربنا وعشان يفهموا ماذا قال الله وقال رسول الله ويا حبذة لو كل القنوات عملت كل البرامج ترجمة للإشارة خلي بالك لإني دي اللغة الملزمة في حقهم في واحد يفهم لغة البؤ سهل في واحد يفهم لغة الإشارة الشاهد من ده كله إن كل وسيلة يقع بها الطلاق إيصالا وإفهاما وكان الطلاق صريحا فهو أمر ملزم ما فيش حاجة اسمها التفاف على دين ربنا ما فيش حاجة اسمها أصطبعت الرسالة وحزفها حلوص خد بالك وخد بالك القصة هنا مش بتتعلق بحاضر ونعم ده تتعلق بحلال وحرام بتتعلق إما أن تعيش في الزنا وإما أن تعيش في الحلال وخد بالك أنت تدخل الدين بكلمة وتخرج من الدين بكلمة تتزوج بكلمة تطلب بكلمة تدخل الجنة بكلمة تدخل النار بكلمة نعقد الصفقات بكلمة يعني تفترق الناس بكلمة وعشان خطورة الكلمة ربنا قال كده في القرآن ما ينطق من ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد خلي بالك باللي بتنطق منه لأنه محصى عليك ومكتوب وعند الله يوم القيامة مطلوب منك لكل كلمة تفسير ولكل كلمة بيان فأعد للسؤال بين يدي الله جوابا في الحلقة المقبلة إن شاء الله انقدر الله اللقاء البقاء نكمل الحديث عن بقية ملف الطلاق إلى ذلك الملتقى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع هيا نرفع وكف الدراعة إلى الله في هذه الساعة اللهم بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم انظر إلينا نظرة رضا اللهم بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم انظر إلينا نظرة تفضل وإكرام اللهم بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم انظر إلينا نظرة عطف ومغفرة وشفقة ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ما لنا سواك نرجوه وما لنا باب غير بابك نقف به وما لنا غير لحابك نلوز به تبنا إليك فتقبل توبتنا عدنا إليه فاقبلنا لا تردنا من باب جودك محرومين ولا من باب عفوك مطرودين ولا من باب رجائك مقصورين يا إلهنا ما لنا سواك ما لنا عمل نرجوك به إلا حبنا لك وحبنا لحبيبك ما لنا سوا أننا نحبك ونثق فيك ونثق في أمل فيك يا أكرم الأكرمين اللهم إننا كلنا عصاه فتم علينا توبة ترضيك ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم احفظ اللهم البلاد وأمن العباد وعجل برفع البلاء والوباء اللهم رب الركن والمقام رب المشعر الحرام أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام وصل اللهم وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآله المؤخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وربك دوما يقول إني قريب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدد يا حبيبي رحمة السلام مدد يا حبيبي يماح الظلام مدد يا حبيبي رحمه السلام مدد يا حبيبي يا ماح الظلام مدد يا حبيبي القريب المجيب بقول كريم فإني قريب يجيب الرسول إذا ما دعاك لكل الذي للنبي سعى يجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب